السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد في حصة اليوم سأقترح عليكم نموذج آخر من نماذج فروض المراقبة المستمرة للمرحلة الرابعة للمستوى الخامس في مادة الاجتماعيات مكونات بتلاتة مكونات التاريخ، مكونات الجغرافية ومكونات التربية المدنية برسم السنة الدراسية 2021-2022 إذا نتابعوا معي سنبدأ بمكونات تاريخ السؤال الأول أصلوا كل مصطلحين بالمفهوم المناسب يعني كل مصطلح سنصلوا بالمفهوم لكي ناسبوا إذن لدينا هنا المصامدة ثم إفريقيا العقاب ثم تنمل إذن لدينا حوض خصيب داخل الأطلس الكبير الغربي ومنطلق ابن تومرت ودعوته إذن هنا لدينا هذا تنمل ثم لدينا الهزيمة الكبرى التي شهدها الموحدون في سنة 609 هجرية ويعني هنا لدينا 1212 ميلادية في عهد الخليفة محمد ناصر والعقاب ثم لدينا كذلك قبائل أمازيغية من سكان الأطلس الكبير انبتقت منهم دولة الموحدون هما المصامدة ثم آخرا يقصد بها تونس الحالية وكانت تضم القسم الغربي من ليبيا الحالية طرابلوس وهي إفريقيا أو إفريقيا نعم بالتاء المربوطة نمر الآن إلى التمرين الثاني أضع علامة مضروبة أو في أمام الجواب الصحيح إذن هنا لدينا جموعة من السنوات غازي نوصله كل سنة يعني الحادث الذي يناسبها بداية الإنحلال أو الموحدي بداية الإنحلال الموحدي إذن بداية الإنحلال الموحدي كان في سنة 1115 ميلادية ثم نهاية الموحدين كان في سنة 1269 ميلادية بداية حكم إذن هنا لدينا بنومريل المغرب بعد الموحدين إذن هنا تكون لدينا سنة 11244 ميلادية وأخيرا مباعت محمد بن تومرت إذن ستكون في 1125 ميلادية وهكذا نكون قد أجبنا عن السؤال الثاني في مقوين التاريخ ننتقل الآن إلى السؤال الثالث أذكر اسم مدرستين مارينيتين مشهورتين بالمغرب إذن لدينا مدرسة ابن أبي يوسف بمراكش نكتبه مدرسته ابن أبي يوسف بمراكش ثم لدينا مدرسة البوعنانية إذن مدرسة البوعنانية إذن مدرسة البوعنانية ولدينا كداريك مدرسة التعلعة ثم نقدر نزيده مدرسة باب حسين بسلا إذن هذا فيما يخص الإجابة عن السؤال الثالث إذن لدينا مدرستين مارينيتين مشهورتين بالمغرب هنا أعطينا أربع عدية المدارس تقدروا تختاروا بيهم تقدروا تختاروا بيناتهم يعني مدرستين فقط للحصول على نقطتين إذن هذا فيما يخص الإجابة عن مكون التاريخ ننتقل الآن إلى مكون الجغرافية نبدأ بالتمرير الأول أصلوا كل مصطلحين بالمفهوم المناسب لدينا هنا أربع عدية المصطلحات كل مصطلح سنوصلوا بالمفهوم دياله تنمية المستدامة ما معنى تنمية المستدامة هي أننا كأجيال حالية نستغلوه بي أو التروات ولكن خصنا ناخدوا بعيد الاعتبار الأجيال اللاحقة يعني ننكلوه ونخليلهم ما يكلوهما اللي جايين يعني ما نكونوش آنانيين بالنسبة للصناعة المعدينية هي صناعة المعدين بالنسبة للفوسفات هو واحد الموريد اللي يحتوي عليه المغرب يعني من المعادين ثم عندنا هنا المعادين يتكون من مواد عضوية متحجرة انغمرت في مياه البحر منذ ملايين السنين والفوسفات وكان نستخرجوه من تمام ثم لدينا صخور طبيعية ذات تركيب كيميائي وباللوري تكونت في باطن الأرض خلال الأزمنة الجيولوجية هناك نتحدثو على المعادين بمختلف أنواعها يقصد بها التدبير المسؤول للموارد التي تتوفر عليها الكرة الأرضية تدبير المسؤول يعني أننا نستغلو الموارد وبتقوها يعني في نفس الوقت يعني نخليو الأموال يعني أجيال المقبلة الموارد ديلها ثم تعقوم على تحويل المواد الخام من شكلها الأصلي إلى شكل آخر يتلاءم وحاجيات السكان هي الصناعة المعدينية نمر الآن إلى السؤال الثاني دائما في مكون جغرافية أعرف بأهمية الفوسفات بالمغرب والمؤسسة المختصة في إنتاجه إذن إجابة عن هذا السؤال نكتب يحتل المغرب المرتبة الأولى عالميا في إنتاج الفوسفات في إنتاج في إنتاج الفوسفات وتصديره وتصديره ويعتبر ويعتبر الفوسفات ويعتبر الفوسفات أهم تروة أهم تروة معدنية معدنية في المغرب في المغرب والدعامة الأساسية والدعامة الأساسية لماذا؟ للاقتصاد الوطني للاقتصاد للاقتصاد الوطني للاقتصاد الوطني حيث يستعمل حيث يستعمل في ماذا؟ يستعمل في صناعة في صناعة الأسمدة الزراعية الأسمدة الزراعية وفي حماية التربة من التدهور وفي حماية التربة من التدهور من التدهور بتحسين خصوبتها بتحسين خصوبتها وهنا سنجاوب على المؤسسة المختصة في إنتاجه ومعالجته حيث هذا السؤال را مركب إذن دا بجوبنا على الأهمية دي لفوسفات في المغرب وفاش كي تستعمل غنشوف دا المؤسسة وتعد مجموعة الشريف للفوسفات إذن هي الاسم دي المؤسسة وتعد هنكتبها بلون مغاير وتعد مجموعة مجموعة الشريف لماذا للفوسفات للفوسفات هي الشركة هي الشركة المختصة في ماذا في إنتاج ومعالجة الفوسفات في إنتاج ومعالجة الفوسفات وكذا نكون قد أجبنا عن السؤال تاني دا يحتل المغرب المرتبة الأولى عالميا في إنتاج الفوسفات وتصديره ويعتبر الفوسفات أهم ثروة معدنية في المغرب والدعام الأساسي للاقتصاد الوطني حيث يستعمل في صناعة الأسميدة الزراعية وفي حماية التربة من التدهور بتحسين خصوبتها وتعد مجموعة الشريف للفوسفات هي اسم الشركة هي الشركة المختصة في إنتاج ومعالجة الفوسفات ببلادنا بعد الإجابة عن السؤال الثاني نمر الآن إلى السؤال الثالث دائما في مكون الجغرافية السؤال يقول استعرض مجالات مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني المغربي إذن تساهم السياحة في الاقتصاد عن طريق جلب العملة الصعبة وتوفير الشغل وتخفيض عدد العاطلين إذا سنكتب نكتب الجواب إذن أولا أنها تجلب العملة الصعبة ثانيا توفر توفر فرص الشغل يعني كيقول لهم نسخ الدامين توفر فرص الشغل ثم تخفض وبالتالي ستخفض ستخفض من عدد العاطلين وبالتالي التخفض أو النقص من مدى من حدة البطالة من حدة البطالة إذن هذه المساهمة هذه المجال السياحي في الاقتصاد الوطني المغربي هذا فيما يخص لإجابة عن السؤال الثالث والآخير في مكوين الجغرافيا ومشي بالمكوين التربية المدنية إذن سأبدأ بالسؤال الأول أتمموا ملأة الجدول بما يناسب لدينا واحد الجدول لدينا نوع الاعتداء ونعيدنا سلوكات لحماية نفسي من هذه الاعتداءات كل الاعتداء على حيضة الأول سأبدأ بالعنف الجسدي يعني أشنو السلوكات التي ستجنبها أنا باش نتجنب هاد العنف الجسدي مثلا أحترم الآخرين وأحترم داتي إذن أحترم داتي هي اللولى أحترم داتي وأحترم الآخرين وأحترم الآخرين ثم بنسبة سوء المعاملة أحرص على مدى على تجنب تجنب أي معاملة تسيء إلي أي معاملة تسيء تسيء إلي أو إلي ثم ابننا التحرش الجنسي بنسبة التحرش الجنسي أحذر من التواصل مع من لا أعرفه يعني أحذر ما ندرش ما لي ما كان عرفوش أحذر من التواصل مع الغرباء مع الغرباء يعني غريب جمع غريب يعني شي واحد ما كان عرفوش الاستغلال الجنسي لا أتيق بالغرباء ولا أقبلوا زيارتهم في أماكن مجهولة إذن هنا لا أتيق لا أتيق بالغرباء بالغرباء ولا أقبل ولا أقبل زيارتهم في أماكن في أماكن مجهولة أو مشبوهة مجهولة أو أماكن مشبوهة إذن هذا فيما يخص الإجابة عن السؤال الأول في مكون التربية المدنية عن مشهودة بس سؤال الثاني أذكروا بعض القوانين لعبور آمن للطريق للراجلين في المدينة يعني ما هما القوانين اللي أخصني نتقيد بها باش نعبر الطريق يعني ما نجيش يعني نعبر الطريق من المعجمي أولا أعبر الطريق من الممر المخصص للراجلين يعني ثانيا عدم الجري أو اللعب في قارعة الطريق يعني في وسط الطريق في قارعة الطريق يعني وسط الطريق ثالثا احترموا إشارات احترموا إشارات أو علامات المرور يعني احترموا قانون قانون السير إذن هذا فيما يخص لإجابة عن السؤال الثاني ضمن مكون الطربي المدنية غنم شودابا للسؤال الثالث والآخر إذن هنا عدنا واحد الصورة ولاحد الصورة وأحد الأشخاص الذين لا يحترمون قواعد السلامة الطرقية إذن هنا عدنا صورة لشارع عدنا فيه مجموعة من الأشخاص كل واحد يعني كينشوا وحدين هنا ارتكبوا بعض الأخطاء غنم بدو بهذا السيد هذا اللي صيق واحد العربة واحد العربة متنقلة بغويت فرنسي صيق هو لكن ما مادش لنموص من ممر رجلين يعني قاطع الطريق من ممر يعني عشوائي هذا الشخص هذا لا يحترم قانون السير يعني وبالتالي يعرض نفسه ويعرض السائقين ويعرض مستعملي الطريق للخطر ثم لدينا كذلك هادم الفيكال هذا هادم الدراجة يعني يمر في يعني يعني كيدير هناش حركات لتقدر أنها تعرض للخطر وتعرض حتى الناس اللي مستعملين الطريق للخطر يقدر يضرب هذه السيدة هذه لدي زمن حداه نيت ثم لدينا هذا الشخص الذي يتحدث في الهاتف ويعبر الطريق في ممر غير ممر الراشلين أيضا فهو لا يحترم قانون السير لدينا كذلك الطفل الطفلان يعبر عن الطريق هوا ممرجين قريب لهم وما عبروش منه يعني هاد جوجيا لأطفال يعرضوا رسوم الخطر ولا لاحظوا لدينا هنية سيارة قدرت يعني يستضموا بديك السيارة ثم لدينا كذلك هذا الشخص الذي يلعب في الطريق إذن كذلك ممنوع اللعب في الطريق هاد الشخص هذا يعرض نفسه ويعرض الناس أيضا للخطر إذن عدنا هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن خمسة للناس عدنا كذلك هاد يعني هاد مستعملة الدراجة إذا لاحظنا فهي يعني تمشي من الممر خاص بالسيارات وقد نعرف أن الطريق يكون فيها يكون فيها واحد الممر صغير يعني في ميترو تقريبا خاص بسائق الدراجات النارية والدراجات الهوائية وهي يعني كي نقدم هاد السيارة نغم المخصص مشي في الممر الخاص بالدراجات النارية والهوائية إذن هذا كل ما يخص الإجابة عن الفرد الثاني للدورة الثانية في مادة الاجتماعيات للمستوى الخامس ابتدائي أتمنى لكم حد موفق ستجدون على القناة مجموعة من النماذج الخاصة بهذه المرحلة